بسم الله و صلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و مولاه رجعنا لكم تاني مع أدعية القرآن الكريم الدعاء اللي معنا اليوم في صورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم هذه الآية الكريمة المباركة جاءت بعد ذكر الله جل وعلا بالثناء الجميل على المهاجرين و الأنصار و يؤثرون على أنفسهم اللي هم الأنصار و لو كان بهم خصاصة يؤثر المهاجرين على أنفسهم و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون و الذين جاءوا من بعدهم كل المؤمنين و المسلمين يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني احنا ندعو للصحابة و للتابعين و تابع التابعين و لآبائنا و أجدادنا و مشايخنا و أساتذتنا و علمائنا و من سبقونا إلى الدار الآخرة و الذين جاءوا من بعدهم يقولون و يقولون جبه بالمضارع عشان تجددوا استمرار احنا ندعو لمن سبقونا أولدنا يدعو لنا أحفدنا يدعو لنا اللي ييقوا بعدينا بمئة سنة يدعونا لنا و لمن سبقونا بالإيمان وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ شوف الدعوة اللي جاية الجميلة دي وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ أَمَنُوا الله على هذه الدعوة إن ربنا طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء والكراهية وحب النفس وتسلط النفس على الآخرين إن أنت يبقى قلبك سليم دي نعمة لا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم تطلب من الله المغفرة تطلب من الله طهارة القلب من الأدناس المعنوية ما هي أدناس القلوب وأمراض القلوب الغل والحقد والحسد والغيرة وإن أنت تبقى تحب التملك وتحب أنك تبقى عندك سيطارة على كل شيء وتتمنى زوال النعمة من الغير دي مصيبة ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في ملكه إذا أنت لم ترضى لي ما وهب ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب فندعو جميعاً بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أمين يا رب العالمين فاصل وهرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر